قبل ما ندخل في موضوعنا الطويل النهاردة لكن على مدار الساعات اللي فاتت نتائج حسمت في البطولة العربية ومنتخب مصر حرم من لقب ثالث العرب وأهدته مصر لقطر بفصل في ركلات الجزاء المنتخب المصري وخسرته قدام النظير القطري بركلات الجزاء بعدما انتهى الوقت الإضافي وطبعا الوقت الأصلي بالتعادل السلبي ودي كانت مباراة من المباراة أجمعنا كده معظمنا كده كانت مباراة حلوة الفريق لعب مباراة حلوة وموفقة النهاردة لكن ركلات الجزاء هتفضل هي ركلات جزاء فيها قدر كبير من التوفيق والحظ تفاصيل أنه مصر تاخد المركز الرابع أو الثالث وأنه الجزائر تفوز باللقب الأول هي تفاصيل تهم جدا المهتمين بالكرة لكن بالأكتر تهم المهتمين بالمنتخب الوطني لأنه عندنا أسئلة هل إحنا مستوينا فعلا كان ضعيف زي ما بعض المحللين بيقولوا هل كاروش مسؤول بشكل كبير عن المركز الرابع وفي حين أن مصر كما نراها إحنا طبعا كانت تستحق مكان أفضل دي أسئلة خلونا نسأل لأهل الخبرة فيها معانا على التليفون مشرفنا أستاذ مصعد رمضان استحفي بجريدة إرايا القطرية مساء الخير مساء الخير أفاً مساء الخير على أستاذ المشاهدين المستمعين أستاذ مصعد النهاردة خلينا نبدأ من فوز المنتخب القطري على المنتخب المصري النهاردة كنت شايف المباراة بتنبق بأنه الفريق المصري لن يوفق كما كان متوقع بصراحة من معظم المصريين النهاردة كانوا معتقدين أنها هتكون مباراة سهلة لأنه يعني الأداء من كلا الفريقين كان كويس وموفق إلى حد كبير في البداية حظ أوفر اللي منتخبنا الوطني في الاستحققت المغفلة المركز الرابع طبعا لم يكن تموحنا على الإتباق في بطولة ولكن قدر له ما شاء فعل في الحقيقة خيبت أمل كبيرة عشرة الجماهير المصرية في كل مكان خاصة هنا في قطر لهذه الخسارة غير المتوقع كنا نتمنى أن المنتخب ينهي المشوار على الأقل في المركز التالي بالميدالية الفرنسية ولكن قدر له ما شاء فعل ولكن أيضا علينا أن نعترف أن المنتخب بشكل عام لابن يكون مقنعا في الصورة المطلوبة من زودية الفطولة ولكن أيضا لابد أن نلوم المدرد الفرتوغالي كارلس كروش على هذه النتائج لأن في المقام الأول وفي الأخير هذه البطولة هي بطولة نعم تقام تحت نظلة الفيهو لكنها بطولة تعتبر بطولة ودية غير رسمية طبعا وهو أيضا تحضير المنتخب للإستحقاقات المقبلة هنا لدينا إستحقاقات كبيرة في الفترة المقبلة خاصة إشار المقبل عندنا طبعا الكاف وعندنا الاستعدادات كمان للتأهل لكاس العالم طبعا الملحى الأفريق ده الهدف الأكبر الذي نضعه أمامنا في المحاة المقبلة وهو التأهل إلى مونديال قطر 2022 من خلال المباراتية الملحق الإفريقي في مارس القادم وننتظر طبعا القرى على معرفة منافسنا وكل الأمنيات بمانتخبنا الوضع بالتأهل المرة الرابعة في الثانية في القرآن المصرية والثانية على التوالد أنا مش معال الاتجاه اللي ساعد حاليا بالنسبة للانتقاد وهو اللوم الشديد على المدارب أنت مش موافق على الفكرة دي نعم لأننا ما عندناش وقت الوقت ليست في صلحنا في الوقت الحال نحنا على أجواب الكاس أمم أفريقيا الشهر القادم بعض الأمم أفريقيا لدينا للأستقاق الأهم وهو المرحل أفريقيا لتأهل المنديال وبالتالي ما عندناش وقت أنا نعم يمكن كنت ميال بصورة أكبر قبل اتخاذي القرار في شهر تيسع الماضي في أسناد المهمة لكارلوس بروش كنت ميال لمدرب وطني وكنت ميال أكثر لحسان حسن في هذه المرحلة ولكن اتحاد القرى كان له وجد نظر أخرى وفاجأنا أيضا جميعا كارلوس بروش وهو مدرب كبير ولو سير ذاتية كبيرة ولكن أيضا لازم نعطي الرجل حقه لازم نسمح له نجد له فترة من يجب طب أنا عندي سؤال بما أنك من أنصار الفريق اللي بيقول لا مش كل اللوم على المدرب ودول نادرين فبما أنك بتقول كده لازم أسألك هل شايف أنه بطولة كاس العرب كانت بطولة قوية المنتخبات العربية كان أدأها إجمالا قوي وبالتالي أنه المركز الرابع ده مش سيء على الإطلاق وده يعني حاجة طبيعية في ظل منافسة بتصفها أو تصنفها أنها كانت منافسة شديدة وقوية؟ نعم المساعدة قوية جدا ولكن أيضا لا ننسى أن المنتخب المصري المشارك في كاس العرب أو منديال العرب كما نفضق عليه يعني فيه العديد والعديد من الوجوه الجديد يتلعب للمرة الأولى نحن نتخيالي أن أكثر من عشر لعيبة موجودين يلبسوا قميس مصر للمرة الأولى نعم البطولة كانت محطة مهمة لإكتشاف هذه المواهد وانتضمها النخبة الموجودة عندنا في المنتخب لكن التحقاقات المقبلة إحنا يا جماعة الهدف الأهم ليس بطولة كاس العرب الهدف الأهم خلينا عفوز يعني بطولة كاس العرب وأخرج من كاس العالم لا ممكن نفوز بالاتنين يعني فيش مشكلة لا المنتخبات المشاركة يعني مثل المنتخب اللي فادي بطولة المنتخب الجزارية المنتخب التنسي معظم اللي عبتوا بالعب من المنتخب الأول حسنا بعض اللاعبين ما عندناش الزخم من اللاعبين ولكن مدرب أيضا نحييه أنه فتح الباب المنتخب من الأذية الأخرى حاليا المنتخب موجود من كل الأندية موجودة وفتح المجال أمام اللاعبة اللاعبة الوقت عاوزين نوسع القاعدة بحيث يكون لدينا منتخب أقوى يكون لدينا عزل كبير من اللاعبين فتح باب الفرص في حد ذاته في أي مجال هو مكسب بوافع حضرتك في هذا بطبيعة الحال ممكن يكون بتحليلات تشبه تحليل حضرتك أن الوقت لم يكن كافيا أنه هذا الفريق اللي ممكن يكون بعد شهرين ثلاثة أداء وأفضل كثيرا استعد بعد سؤال الأخير بس عن الأجواء بتاعة المشجعين واحدة من الحاجات اللي فتت نظري أنا شخصيا في البطولة الجمهور المصري عددا واهتماما وحماسا طول المباريات الأجواء في أوساط المشجعين عاملة هل زعلنين جدا من الخسارة ولا التجربة في حد ذاتها المصريين الموجودين في قطر أنا أتفاجأت إنها أعداد كبيرة أحكيلي كده عن ردود الأفعال النهاردة تحديدا في الحقيقة الجمهور المصري كان متشوق لمشاهد المنتخب المصري في قطر بعد قدرة طويلة الجمهور المصري يحدث مباريات المنتخب ومنتخب المصري أعتقد أنه أعداد المصري الجمهور المصري ومنتخب الجمهور المصري ما جمعون المصري من فضل من فضل جمهور أنه أفضل جمهور البطولة من حيث الانتجام والتشجيع والأجواء في قطر كلها أجواء موديلية رائعة وجمهورنا ساهم بشكل كبير حتى الأشفاء القطريين والوسائل التواصل الاجتماعي كتبوا كثير تغريدات وكتبوا بصداد كثير على الجمهور مصري يصبح قجعيزة وهو أفضل جمهور لفظنة توفيه لمصر النافذ أهل معنا أو في قاس العالم 2022. جمهور مصري وجوده في 2022 مهم جدا للأشفاء في قطر اللي جعل في طولة وكتب الجمهور مصري يصنع الحدث دائما من أينما كان ده حقيقي. أنا بشكر حضرك شكرا جزيلا أستاذ مصعد رمضان استحفي بجريدة الرايا القطرية كل التوفيق لمنتخبنا وهو نوعا بصراحة من أنواع الدعم المهم جدا اللي لازم نقدمه لمنتخب بلدنا هو المسندة في كل الأوقات بطبيعة الحال أنا كنتم بهتمة جدا بالردود أفعال الناس اللي موجودين الجمهور فعلا كان جمهور عظيم وعددا وأداء وتحس أنه حبنا لبلد دي حب كده لا يمكن أن يوصف شكل من أشكال التوحد مع اللاعبين. مش فكرة جون راح ولا وتحديدا أثناء مباراة مصر وتونس اللي هي المباراة قبل النهائية لنا احنا ناس بتحب بلدها بالفطرة. واحنا ناس ما فيش حاجة تفصيلنا عن بلدنا لا سنين ولا شغل ولا غربة. الحالة دي نتمنى فعلا زي ما أستاذ مصعد يقول تكمل. وإن شاء الله لما منتخب مصر يتأهل مونديال 2022 يكون المصريين في قطر وغيرهم كمان المصريين اللي أكيد هيسفروا يشجعوا خلونا نرجع نستمتع بالكورة. ودي كانت بالمناسبة واحدة من المطالبات اللي الناس طلبت بيها كارلس كارش. إنه خلونا نستمتع خلينا نستمتع بالكورة. خلينا نشوف وجوه جديدة ولعيبة بتلعب حلو. ودي واحدة من الحاجات اللي أعتقد إنها ما تحققتش بشكل كامل في البطولة دي. لكن إذا كان هناك تغيير فده أعتقد المصريين زقهم اتغير ومتابعتهم للكورة العالمية غيرت زقهم حتى في متابعة الكورة والاستمتاع بيها.